للعام الثاني على التوالي وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية أقامت القائمة المشتركة يوم النقب في الكنيسة الإسرائيلي لبحث قضايا المواطنين العربي في النقب واحتياجاتهم يعني عشرات الألاف من المواطنين يحرمون من أدنى الحقوق الأساسية بسبب تشبثهم وتمسكهم بأرضهم وهذا ما يجب عن الحكومة أن تبحث عن ألية أخرى لهذا المجال لأنه لا يمكن ربط خدمات أساسية في قضية التسوي على الأرض هناك أهمية كبيرة للقائمة المشتركة أن تضع على طاولة الكنيسة من خلال اللجان وجدول أعمال الكنيسة موضوع النقب تحديداً لأن أهلنا في النقب هي قضية خاصة هناك معاناة حقيقية للأشخاص في حقوق أساسية نتحدث عن صحة، نتحدث عن حياة كريمة، نتحدث عن الحق في العلاج مواضيع مختلفة تريحت على طاولة النقاش في الكنيسة على رأسها حوادث الأطفال وهدم المنازل وتوفير فرص العمل وإقامة مناطق صناعية في النقب اليوم نحن موجودون هنا لنطرح قضية جداً 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 مهمة وموضوع مهم اللي بتعلق في كل بيت في المجتمع البدوي اللي هو الحوادث البيتية نحن كجمعية نشوف واحد من المواضيع اللي نحن حبين أن نركز عليها وأن نحن نعطي الإرشادات اللازمة اللي ملاعمة لمجتمعنا من كل حدب وصوب جاء الحاضرون بهدف دعم الأهالي في النقب وتعزيز صمودهم خصوصاً مع تزايد إجراءات السلطات الإسرائيلية التي لا تدخر جهداً لتحويل صاحب الأرض في النقب إلى لاجئ على أرضه ترجمة نانسي قنقر